يقوم التحالف الوطني للعمل الاهلي بتوزيع شنط رمضان على المستحقين فضلا عن بدء الاستعداد لإقامة مواد افطار الصائمين يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للاستعداد مع قرب حلول شهر رمضان الكريم جهود دقوبة لا تتوقف يبذلها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في شتى ربع الوطن جهود اليوم تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث يقوم أعضاء التحالف من الجمعيات والمؤسسات بتوزيع شنط رمضان على المستحقين فضلا عن بدء الاستعداد لإقامة مواد افطار الصائمين يعني عاز أقول أن المؤسسات الخيرية العدادة بيصل 44 ألف مؤسسة كلهم بيعملوا شنط تمونية عن طريق ناس أهل كير ولكن عندنا جمعيات قاعدية بتلجأ للمؤسسات الكبيرة زي مصر خير زي مؤسسة بولعنين زي زي بدون يعني ما كون نسيت حد عشان ما حدش يزعل يعني عاز أقول لحضرتك أن المؤسسات القاعدية ديت وجمعات القاعدية لها أهمية ضرورية في المجتمع لأنها الزراع الطويلة التي تصل لكل القرى والنجوع والكفور والقوة وغير ذلك موجودة في بلدنا الحبيبة مصر وتوفر المؤسسة من خلال مطبخها الدائم الوجبات الجاهزة للأسر المحتاجة أنا كل موسم باجي هنا وبحط البطاقة بتاعتي وباخد شنطة وحاجة أتشرف مصر كلها وحاجة نشكر ربنا عليها لكل القيادة الموجودة في البلد وهنا المؤسسة جميلة وفيها ناس جميلة وكل حاجة هنا حلوة شنطة تبيرة وجميلة وفيها كل خير الله تأتي تلك الجهود من خلال متطوعين يشاركون في المؤسسة والتي تعمل في العمل الخدمي والخيرية منذ نحو أربعين عاماً بنظام التمويل الذاتي من دون تبرعات عينية أو مدية عندنا شنطة رمضاني السنة دي فيها مكونات فيها رز فيها سكر فيها شاي فيها ملح فيها بلح فيها عتس فيها لوبيا مكونات شنطة حاجة كويسة جداً بتعتاجها الأسرة المصرية كل يوم عندنا السنة دي بتستهدف 250 ألف شنطة 250 ألف أسرة كل سنة الحمد لله احنا بنزيد عن كده عاملين زي داتة كده الأسرة الأولى برعاية الموجودين داخل المحافظة بنوزع لهم شنطة المواد الغذائية شنطة المواد الغذائية حركة بتكفي من 4 إلى 5 أفراد خلال شهر رمضان طبعاً حاجة بيبقى موجود فيها جميع المستزمات اللي بيحتاجها أي أسرة موجودة زيت سكر رز مكارونة عتس فول بجانب الحمد لله اللي احنا عاملين توزيع الحوم أضاحي للأسرة برضو الموجودين داخل المحافظة الأولى بالرعاية ولا يقتصر إسهام المؤسسة الخيرية على توزيع الشنطة الرمضانية وتجهيز موائد الإفطار فقط وإنما هناك سيارات متنقلة تقوم بالانتقال على مدار العام إلى الأسر المتعففة وكبار السن والكبار